صباح النور صباح سرور صباح زهور من قرتاج إلى صور كل عام والإذاعة بألف خير كل عام والإذاعيين والإذاعيات بألف خير شكرا لمكتب اليونسكو ببيروت لإتاحة هذه الفرصة حتى نحتفل بهذا اليوم العالمي للإذاعة في ربط موحد ومشترك بين الإذاعة الوطنية التونسية أولى الإذاعات وأم البدايات وإذاعة صوت لبنان صوت الحرية والكرامة شكرا لكل من ساهم في إعداد هذا البرنامج وهذا البث المشترك شعار اليونسكو لسنة 2023 الإذاعة والسلام وما أحوجنا للسلام والسكينة ولراحة البال في هذا الوقت بالذات وفي هذا الزمن الذي تمر به الأمة العربية والعالم بصفة عامة ما أحوجنا إلى السلام إذن دور الإذاعة والإذاعيين في دفع السلام هو محور برنامجنا اليوم وقبل أن نقدم ضيوفنا الكرام أمر الكلمة إلى زميلتنا يارا متى من إذاعة صوت لبنان صباح الخير يارا صباح الخير زميلتي يسر ولكفة المستمعين والمشاهدين من لبنان وتونس في هذه الحلقة المميزة في مناسبة اليوم العالمي للإذاعة أكثر من مئة عام ولا تزال الإذاعة والعالم في تطور دائم ولكن أيضا في صراعات دائمة على رغم كل ما شاهدناه من تطور على الصعيد الأعلامي ما زالت الإذاعة رفيقة المستمعين الأولى في السيارة، في مكان العمل، في المنزل، وأين مكان في الحرب، كما في السلم الإذاعة ما زالت منبرا للتعبير الديمقراطي للجميع من دون تنهيز أو تفريق منبرا للفئات الأكثر تهميشا والأكثر فقرا وضعفا مهما تعددت الوسائط الأعلامية ومهما تطورت التكنولوجيا الأعلامية تبقى الإذاعة الأوسع انتشارا وتبقى رسالتها كما اختارت منظمة اليونسكو شعارها لهذا اليوم رسالة سلام من لبنان وتونس إلى كل العالم والآن لح نعود لإلك زميلتي يسر إلى تونس لتعرفين على ديوفك يلي لحي شاركونا هذه الحلقة شكرا يارا شكرا لك ولكل الفريق الذي يسهر على حسن سير هذا البرنامج على هذا البث الموحد المشترك في هذه الساعة سنقسم فقرات برنامجنا إلى ثلاث محاور ومعي ثلاث ضيوف سنتحدث عن دور الخطاب السياسي على موجات الأثير على موجات الإذاعة في الدفع نحو السلام وضيفي الأول السيد عبدالطار بن موسى وهو الرئيس السابق لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان المتحصلة على جائزة نوبل لسلام سنة 2015 والتي كان لها دور كبير في دفع السلام في تونس بعد ثورة السمين بعد ثورة 2011 أهلا وسهلا أستاذ عبدالطار مرحبا بك في هذا البرنامج شكرا على الاستضافة وتحييي لكبت المستمعين شكرا لك في المحور الثاني سنتحدث عن دور الهيئات التعدلية في الرقابة وفي رقابة الخطاب الإذاعي ضد يعني كل العنف وكل التطرف ومراقبة الهيئات التعدلية ضيفتي السيدة رادية السعيدي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أهلا وسهلا سيدة رادية شكرا صباح النور تحية تلك معي لنا في تونس وفي لبنان وتحية لكل الإذاعيين والإذاعيات وكل عام وهم بخير وهنا بخير كذلك وبدوام التوفيق وتألق إن شاء الله شكرا لك ومن المحاور الهامة جدا والتي أعتقد أنها للإذاعة دور كبير خاصة في المجال الفني سعيدة باستقبال ضيفنا هذا الصباح الفنان سفير السلام سفير النواية الحسنة للتقدم والسلام في منظمة الأمم المتحدة الفنان التونسي والفنان العربي الكبير الفنان لطفي بوشنار أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا الأختي يستر صباح الخير وتحية حب صادقة من القلب لك أستاذ المستمعين أينما كانوا تحية حارة للمستمعين بتاعنا في لبنان ورب إن شاء الله يوحد صفوفنا يا رب آمين يا رب نعود إلى السوديوهات صوت لبنان لنتعرف على ضيوفنا من بيروت يسر إذن العديد من الضيوف سوف يشاركون في هذه الحلقة من لبنان البداية مع مسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو بيروت جورج عواد اليونسكو المشرفة على هذه الحلقة والصباقة في وضع المشاريع الرؤيوية لدعم كافة القطاعات في لبنان وخاصة الأعلام دول الإذاعة في الدفاع الحريات وكمصدر موثوق للأخبار سيكون محور حديثنا مع الكاتب ملكار الخوري مدير شركة سنترالي سيرتش هاوس للأبحاث والدراسات والمدير التنفيذي لمؤسسات موريس عواد أما في الجزء الثاني سنكون مع الإعلامية جابل طايف الواجه التلفزيوني والصوت الإذاعي المتميز الذي طبع الإعلام اللبناني والعربي ومسيرة حملت فيها لواء الحريات الإعلامية هي التي أجبرت مرغمة على ترك وطنها لبنان بعد كل معناه من عدم استقرار أما في الجزء الأخير الممثل اللبناني كاميل متى والعضو في لجنة تحكيم فستيفال انترناسيونال دولامات تونس سيحدثنا أيضا عن تجربته في نقل ثقافة السلام من خلال التمثيل سنبدأ هذه الحلقة كما ذكرنا مع مسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو بيروت أستاذ جورج عويد أهلا وسهلا فيك ضمن هاللقاء الخاص من لبنان وتونس شكرا صباح خير لألك وللمستمعين وأكيد للزملاء بتونس والمستمعين كمان بتونس ويمكن بداية لابد من توجيه تحية ومعايدة لكافة العمليين بصوت لبنان وبإزاعة تونس الوطنية وأكيد كافة الإزاعات بالمنطقة العربية وبلبنان بكافة أطيف ليش اختارت منظمة اليونسكو شعار الإذاعة والسلام لليوم العالمي للإزاعة 2012 يعني نحن هي المبدأ كل سنة عنا مر هالتنعشر سنة المرأو في عنوان أساسي عم يكون على الصعيد العالمي لليوم العالمي للإزاعة اليوم العنوان أكيد عم يخد بعين الاعتبار كل التطورات والأمور اللي عم تحصل بالعالم واليوم نحن نحكي على طول عن السلام وبداية اليونسكو ويمشي عارة الأساسي بناء حصون السلام بعقول البشر كان لابد منه نسلت الضوء على موضوع السلام مع كل الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية وغيرها وخاصة لأنه يمكن رح نحكي أكتر أهمية الإزاعة بهالدور لأنه اليوم عندها دور أساسي بمكان بالمعلومة للثقة للأخبار وغيرها من الأمور اللي ممكن تكون عم يضوء عليها بقى من هالمنطلق كان السنة الشعار هو الإزاعة والسلام هل برأيك بيت الزيمة على الإزاعات تتوكب التطور التكنولوجي اللي عم يشهدوا العالم الإعلامي اللي تقدر تحافظ على استمراريتها طبعا طبعا يعني بنحكي عن وسائل الإعلام بشكل عام يعني خاصة مثل ما بلشتي مع منظمة اليونسكو وقطاع التصال والمعلومات هيدا عملنا اليوم مع وسائل الإعلام مختلفة ولكن تحديدا مع الإزاعة ضروري لأنه اليوم نحن ما فينا نكون قاعدين عم وقفين محلنا وكل ها التطور اللي يكون عم يتغير ويصير بدون ما نكون عم نواكب ولابد لحتى تستمر الإزاعة من كافة النواحي من وصولها للمستمعين للشباب ووصول لقلهم لا الأمور التقنية والمادية وغير يعني من جميع النواحي لابد الإزاعة تكون عم تواكب هالتطور ولكن بدون ما نروح على يمكن الأكستريم بمعنى أنه لا نحن ما نلحق التطور وعم نشوف اليوم حتى إزاعات عم تطلع على الإنترنت والإنترنت والكابل والكابل وغير من الأمور لا نحن بدنا نكون عم نواقم يمكن واليوم أكبر مثالين بنحكي فيهم يعني اليوم مع صوت لبنان وأكيد إزاعة الوطنية بتونس اللي عم يكون فيه صوت وصورة عم نخلي هالي هيك هالحس اللي هيك أو التعاطي الإنساني موجود مع مستمعينا وهيدا أساس لأنه بالنهاية كمان المستمع بالنسبة لقلو التواصل أساسي مش بس كنا عم نسمع وسنين كنا قاعدين وعم نسمع المذيعة والمذيعة اللي عم يحكي هالحسروا قدرين يشوفوه وهيدا كمان خلق عند المستمع مبان حشرية ومتابعة أكيد إضافة للمضمون اللي هو بحد ذاته وموضوع آخر يبدو زميل يوسر من تونس عنده سؤال لحضرتك استجاجعوات فضل زميل يوسر شكرا يارا شكرا فقط شكرا للأستاذ جورج عواد على وضع يعني شعار هذه السنة في إطاره وكما قلنا في بداية البرنامج كم نحن في حاجة إلى السلام قبل أن أوجه السؤال إلى الأستاذ جورج سنستمع إلى كلمات في صلب هذا الموضوع من الفنان لطفي بوشناق ثم أطرح سؤالي على الأستاذ جورج عواد أولا حب أتمنى على الله أنه كلمة كلمة سلام مش فقط شعارات وكلام أتمنى أنها تتجسد على أرض الواقع والناس الكبار اللي يحكموا في العالم ويقروا وهما اللي وراء كل البلاو اللي حاصلة في العالم نقول لهم دعونا بسلام دعونا بسلام طبع السلام وليس من طبع الشماتة في أحد وأرى الحياة تليق بي وبكل من لا يستبد لكنهم سرقوا سماء والطرابة مع البلد لم يتركوا لي موضعا نسيت ويشفقون على الخطاف وحدي أن العربي تسهو عن دمي كل الضفاف أدعى إلى الموت كما يدعى سوايا إلى زفاف وعلي أن أرضى وأن أرضي الجميع وأن أخاف يحيى السلام يحيى السلام لكنني لا أفهم هل نحن أشياء وهل بشر هم وهل دم هنماء وهل دم هم دم أنا الأوان لصحوة يا عالم آدم فتحي أنا الأوان لصحوة يا عالم وأعود بسؤالي للأستاذ جورج عواد اليوم دعنا نقول أنه على القل على المستوى الإذاعات الدول العربية نحن نعيش في عصر يعني غلبت فيه ربما الإنترنت والتكنولوجيا لكن بقيت الإذاعة الصامدة فما هو ربما سر بقاء الإذاعة الصامدة أمام هذا التطور التكنولوجي وهي إذاعة واكبة هذا التطور في الحقيقة لكن تبقى دائما هي الأقرب إلى المستمع تبقى هي الأسهل في الولوج إلى أذين المستمعين أستاذ جورج ومنظمة اليونسكو باحتفائها باليوم العالمي للإذاعة في كل سنة هناك قرارات ربما جديدة وإجراءات جديدة لدعم هذه الوسيلة الإعلامية الإذاعة صحيح شكرا سيدة أسر يعني سؤال محله لأنه يمكن بلشنا نحكي على موضوع الأهمية التطور التكنولوجي ولكن السر إذا بنا نسميه سر مثل ما تفضلت هو طبعا أول شي في أكتر من عامل أول عامل هو بنحكي عن عامل السئة لأنه اليوم مع كل اللي عم يصير وخاصة بس نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار المضللة وكل اللي عم ييجي معها صار المعلوم الموصوق فيها أساسية لما أقول نادرة يعني بقى مش هناك صار في تعطش أكتر على هالموضوع وهون يمكن دور الإزاعة اللي عم يكون أساسي شغلة تانية وأساسية اللي هي بس نحكي عن المضمون لابد أن نكون عم نحكي عن المضمون الأخلاقي لأنه كمان اليوم عم نشوف بمعظم لما أكون عم يشمل طبعا الانحدار بالشق الأخلاقي اليوم الإزاعة ما زالت عم تقدم مضمون محترف مهني وأكيد أخلاقي نقطة تالتي وكمان أساسية اللي هي دور الإزاعة اليوم عم توصل لكافة شرائح المجتمع يعني أنا أو حيالله شخص مجرد ما كان بيعرف التكنولوجيا ولا ما بيعرف متعلم ولا أمي من دول الإحليجات الإضافية ولا غيرها شو ما كان هالإزاعة عم توصله بكبسة زر أو يمكن بس برمي الموجة اللي ممكن تكون عم تصل للمعلومة فعناصر كتير اللي أساسية واليوم عم نشوف أكتر بالإزاعات اللي طبعا مثل الإزاعات اللي اليوم عم تواكبنا أديش أهمية المضمون واستقلالية والتحرير وغيرها من الأمور يعني كلهم هيدول يمكن بيعملوا هالسر إذا فينا نقول أو الأسرار اللي على أساسها اليوم عم تظل محافظة على استمراريات الإزاعة أكيد بغض النظر على كافة الضغوطات اللي عم تكون عليها نعم شكرا لك ومسؤول برامج الاتصال والمعلومات بمكتب اليونسكو بيروت أستاذ جورج عوات شكرا لاختياركم أكيد نكون من لبنان إزاعة صوت لبنان وأيضا الإزاعة التونسية الوطنية أيضا لمشاركتكن بهذا نهار والاحتفال مع كافة المستمعين والمشاهدين أيضا باليوم العالم للإزاعة شكرا لك عودة لإلك زميلة يوسر ولا المقابلة الأولى اللي لح تجري بهذا النهار شكرا يارا وكما قلت يعني فقرات برنامجنا قسمناها إلى ثلاث محاور والمحور الأول سيكون مع السيد عبد ستار بن موسى الرئيس السابق لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان وهذه المنظمة في سنة 2015 تحصلت مع رباعي رعي للحوار آنذاك في تونس يشمل الاتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة ومنظمة المحامين وكذلك الرابط التونسي للدفاع حقوق الإنسان أستاذ عبد ستار هنا نتحدث عن الخطاب السياسي على موجات الإذاعات ودوره في الدفع نحو السلام وأنتم اليوم ربما على السياسة أن يكونوا أكثر احتراما على الأقل يعني في تونس بعد حصولنا على جائزة نوبل السلام كنا نعتقد أن السياسيين سيتحملون ربما مسؤولية هذه الجائزة بخطاب سياسي يدعو ويدفع نحو السلام نحو التوازن نحو الاحترام الرأي والرأي الآخر كيف ربما تقيمون هذا الحوار السياسي ودوره على موجات الإذاعة في رفع الشعار السلام أولا أريد أن أشكر منظمة اليونسكو على وضع هذا الشعار الإذاعة والسلام لأن الإذاعات تبقى هي بعيدة عن أن التشنج بعيدة عن الدعوة إلى الكراهية في اعتقاد إلا أن وسائل الإعلام الأخرى كفيسبوك وغيرها أصبحت مرتعا والحقيقة أنه أثرت حتى على المصار السياسي في عديد البلدان يعني نحن نعرف جيدا معلومة نحب نقولها خطورة الفيسبوك يعني في فضيحة في انتخابات ترامب وأيضا في البريكسيت يعني فيسبوك سلم معطيات شخصية لثمانين مليون مواطن إلى كومبريج أناليتيك وأثرت على انتخابات رئاسية في أمريكا وأثرت على البريكسيت أيضا يعني إلى درجة أنه عديد من الناس أصبح ينخرطون في فيسبوك ويعني يجب يكون واعي الإنسان لما يتكلم في فيسبوك معطياته وآراءه كلها تصبح مخزنة في الولايات المتحدة الأمريكيات أيضا بالنسبة للسلام لحقيقة نحب أن نقول أنه كل حوار هو أساسا يهدف إلى السلام وأنا مسئلتك باش نجي هنا وفرحت أنه أنا يعني مسرور أنه من الأخت روضة وراخل لطفي معنا الرياضة واللطف يعني على أساس يكون ما نحبش نجي مع الناس اللي تبدأ معنا تراشق السلام أراه كما قال السلام في العالم يلخص أبو القاسم الشاب يقول إن السلام حقيقة مكذوبة إن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخابي لا عدل إلا إذا تعادلت القواء يعني العالم اللي مسيطر ما يحبش السلام للبلدان الأخرى يعني جل البلدان القوى العظمى مسيطرة على بلدان العالم أجمع وهي أسباب المآسي سواء كان في فلسطين أو في العالم أجمع وبالتالي لا يمكن الحديث عن سلام بين الدول السلام داخل بين الدول يمكن يمكن لكن كيف يمكن هذا أحنا في يعني التجربة اللي عشناها أحنا أولا ساعة منظمات كنا منظمات يعني مناذلة في عهد وقتها الاستبداد وكنا منظمات مستقلة أيضا وأيضا منظمات ممثلة في الرابطة وعامات المحنك كنت عميد كنا وقتها يعني نتكلم وكل وقت نتفكر بن علي من ورق بن علي حتى ترقوا ونتحمل مسئولات أنا على فكرة أني كنت عميد ما كنتني في السيدان ولا أغيره في تونس جاتني إغراءات عديدة باش نغيره لكن كنتغيره في تونس يعطيك يعطيك مؤسسات تولي الاستقلاليك تفقدها أيضا الرابطة اللي تعرضت المظالم والكل اتحاد الشغل أيضا في فترة هذيك ما معناها كانت منظمات يعني وازنة وممثلة عشنا في فترة وقتها تفكروا مليحة 2013 يعني الاختيالات السياسية إن شاء الله إن شاء الله نتمنى ما نوصلوش في الوقت هذا وإن شاء الله هذا نتمنوه أيضا الطيرات السياسية اللي ما حبتش تتوافق وقتها عملنا كمنظمات عملنا خارطة طريق مستقلة خارطة طريق موضوعية أيضا قلنا لا نغير المؤسسات كلها ثم وقتها كان فكرة أنه حتى المجلس التأسيسي نحن مجتمع مدنيا اليوم كنا أن نغيرها اعتبرنا الحكومة هي المسؤولة على الاغتيالات والحكومة يجب أن تعيين حكومة منطق نقرات ولا يترشحون اندخابات التشريعية أو الرئاسية أيضا أشرفنا على الدستور لأن الدستور الأول تتفكروا مليح كانت المرأة مكملة للرجل وكان دستور حقيقة معني ما تخلي فيها سرعة ثلثة وخمسين حاولنا ما كناش ما عاوضناش يعني المجلس التأسيسي لكن حاولنا باش نوافقه جبنا حاجات الحقوق والحريات باب الحقوق والحريات من أحسن الأبواب في العالم الحقيقة واتخد النظام السياسي اختروه وقتها الأحزاب السياسية الهينات الموجودة في هذا الدستور النقيسة اللي عملناها وقتها سمح لي ما نحبش نطول برشا أما النقيسة أنه ما حكي ناشي ما عملناش يعني خريطة الطريق اكتفت بالانتقال السياسي لما تحدثناش عن الانتقال الاقتصادي والاجتماعي لأنه السباب البالية في بلدنا هو وفي العالم أجمع هو المنويل التنمية اللي هو الليبيرالي اللي هو الليبيرالي وأيضا الانتقال الثقافي الانتقال الثقافي هم جدا إصلاحة منظوم التعليم بلادنا أصبحت معناها من الدول المتخلفة في التعليم يعني أنا نتفكر مليح على يعني قولة متاع منور سمادح الله يرحمه قالها في وقتها واتخلى الحبس برقيبة دخلوا الحبس قال سيئاني في بلدي خيب أملي الصدقه في القولي والإخلاص يعني شوف أنا نتمنى ثم حاجتين يخرجون وما يرجعوش السلاح يعني يعني الرصاصة الرصاصة لما تخرج من السلاح ما ترجعش والكلام لما يخرج من الفم ما يرجعش وبالتالي يلزمنا في كافة منابر السياسية هنا دعوة للسياسيين والإذاعيين يوزنوا الكلام يوزنوا كلامهم ويحافظوا على أخلاق الأخلاق إنما الأمم والأخلاق وما بقيت إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا شكرا أستاذ عبسطار بن موسى نعود إليك يارى مع ضيفك الأول في السوديوهات صوت لبنان لحيكون معي الكاتب ملكار الخوري أهلا وسهلا فيك أهلا فيك لكل المشاهدين والمستمعين بي لبنان وبتونس ملكار شهد العالم العربي بالسنوات الأخيرة معارف بالربيع العربي شو هو الدور يلي لعبته الإذاعة كوسيلة إعلامية بالربيع العربي وبلبنان أيضا شننا بآخر عشر سنوات عدة حركات انتفاضية لعبت أيضا فيهم الإذاعة دور كيف فيك تحدثنا عن هيدا الدور اللي لعبته الإذاعة هلا عمليا يعني الإذاعة بعدها بتقديري عم تلعب الدور الكلاسيكي طبعا يلي هو استقاء الأخبار ونقلة للمستمعين بس بفتكر الدور يلي لعبته الإذاعة بهالمرحلة كان دور الكاتاليزار يعني كان عم يجي كتير معلومات تحديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالآخر انت لحتى تتأكد من صحة معلومة أو تبني عليها بديك تنتري بعدها هي المرجع الموصوق ولو انه ايام بتتأخر لانه عندك هرامية ادارية عندك موجابات قانونية وغيرها الخبر تطلع على الإذاعة وينبس للعالم متما كان عم بيقول الضيف بالإذاعة التونسية الكلمة لما تقول يا ما بقى ترجع الخبر لما بتنشريه ما بقى فيك تشيلة أساره بتتأخر يمكن شوي على السوشال ميديا كتير هايين هلا أنا بشوف شغلي بعمل متل مبدي وبكتب بس ما عندي كل المعطيات الكاملة وللأسف بيتم انتقال ومن دون ما تتأكد من الصحة هذا صحيح الإذاعة عندها أكتر الإدراع على تأكيد الخبر على أنها تعامل تحريات أكتر عندها مصادر معلومات متعددة عندها عمل أكتر عم يشتغل أنا فرد لوحدة طبعي دايق لما عم شوف خبر وعم بتفاعل معه فبهال عشر سنين اللي ما رأوا من وقت ما بلش الربيع العربي مرورا بشو صار بلبنان بعدها الإذاعة هي مصدر أساسي لا تأكيد الخبر ولا بس المعلومات يعني أنا إذا بدي خبر شي بحط خبر على فيسبوك عندي أو على تويتر بس عدد المتابعين لقلي دايق الإذاعة بعدها هي يلي الناس هنه سيئين هنه بالبات هنه بالمكتب بيحطوها تايسمعوا الأخبار تايعرفوا شو عم بيصير حوليهم شو هي التحديات اللي عم بتواجه الإذاعة كوسيلة آلمية تقليدية بيظل عصر الصورة آآ وتعدد آآ الوسيل إن كان وسيل آلمية ولا إن كان حتى وسيل التواصل الاجتماعي اللي صارت عم تعتمد على الصوت والصورة وليس الصوت فقط مثل ما كنا معاودين بالإذاعة التقليدية آآ شو هي التحديات اللي عم بتواجه الإذاعة هلأ عمليا دور الإذاعة هو دور نمطي بمعنى إنه شخص قاعد ورا ميكرو وعم يتواصل مع الناس عبر الصوت انتهى الحديث هون اليوم اهتمامات العالم بديك تواكبية بديك تشوف هنه عشو عم بنبشو هنه شو هي اللغة أو الوسيلة يلي بتقدر تحكي معهن فيها اليوم وصيلة التواصل هي السوشال ميديا هي الشي المرئي أكتر ما هو المسموع اليوم عم نتحول من أنك تقري أو تكتب مقال عشر صفحات لتعمل مقطع صغير تخبر فيه شو بدون العالم ما بقى حدا يمكن عنده الاتنسيون الكافية والوقت الكافي يسمع حديث خمس دقايق بديك توصليله بخمستاش أو عشرين سنية الإذاعة إذا ما بدأ تتأقلم مع هالتطورات هيدة مع هال المتطلبات الجديدة طبعا الأوديانس طبعا بدأ تخسر أوديانس بالآخر بدأ تخسر نسبة متابعين اللي عملته الإذاعة متل ما أنتم عملته اليوم بصوت لبنان نقلته على صوت وصورة يعني صرنا كمان عم نشوف العالم ومتل ما قال جورج قبل الضيف الأول لما تشوف الشخص بتخلق رابط معه بيصير فيه نوع من ديناميكية أخرى متغيرة بالعلاقة معه بتتفاعلي معه أكتر وهالشي بيحط مسئولية أكتر عالشخص يلي عم يحكي وعالضيف يلي عم تصطدي فيه قبل كان واحد بيقدر يجي على الإذاعة لبس شو ما كان مش مزبط شعراته قاعد عالكرسى عفرد مال مش قابد الناس جد حاتت حده كيس تشيبس عم يعمل شي عم بيرسم عم يلون اليوم ما فيك اليوم في ناس عم بتشوفك والناس بتحكم عليك بالشكل قبل المضمون يعني لو عندك شخص عم يحكي التحليل سياسي كتير مهم بس شكله مش وللبد ما حدا بيتابع بتاعي يزهب تقطعي على غير محطة فاليوم هيدا التحدي اللي عم بتواجهه الإذاعة انه تكون عم تقدر دايما تلبي شو المتطلبات طبع الجمهور طبعاتها ما تخسر عدد الاوديانس اللي بيتبعهم هل تفوقت وسائل تواصل اجتماعي برأيك على الاعلام وخاصة على التقليد منه وفرضت فرضت هي شروط اللابة خاصة لانه بيعتبره العديد بيعتبر انه وسائل تواصل الاجتماعي هناك حرية تعبير اكتر علي من وسائل الاجتماعي شو تعليقك على هيدا سباقيت ايه سباقيت لانه اسرع لانه انا لوحدة بياخد القرار شو بدي انشور ما بدي راجع مسئول فترة ما بدي راجع مدير تحرير ما بدي راجع مدير اخبار ما بدي راجع برامج ما بدي ما بدي ما بدي وما عندي كاهل المسئوليات الانونية الكبيرة يعني انا ماكسيموم بيسكروا لحساب التويتر او الفيسبوك زي علاء او الصحيفة او التليفزيون بتعرض للملاحقة الانونية بموضوع حرية التعبير عن الرأي كمانا وسائل التواصل سابقة للمؤسسات لان المؤسسات العالمية عندها حساباتها الادارية حساباتها المالية حساباتها السياسية حساباتها بالعلاقة مع بقية الكطاعات الموجودة فيها الافراد ما عندن هالحسابات بس بذات الوقت في مشكلة انه لانه كل مواطن صار قادر يكون صحافة وبشدد على بين مزدوجين فأتي اذا بديك العمود الفقري طبعا العمل الصحفي اللي هو التدريب الاكاديمي اللي هو انه يكون عندك الخبرات الاكاديمية انت تعملت صحفية او حدا تعامل مراسل او مزيع اخبار راح درس بالجامعة اخد الكونيسانس المهنية والاهم منها اخد عبر التعليم وعبر الممارسة عبر التعلم والممارسة سات اخلاقيات المهنة انه انا شو بنشر شو ما بنشر قدي بقدر روح بخبر قدي لها شو التعابير اللي بستعملها قدي عم بفهم الاوديونس اللي عم تستعمل عم تسمعني شو شو السقافة طبعا تعرف شو بدي احكي اليوم بالسوشال ميديا مش موجودة هاي دي وبالتالي في كتير خطوط ملنة موجودة عم تنكسر ومهمة كيف بتصيغي خبر قدي بالطولة ومهن بتعمل ولي هي بس بذات الوقت وبرجع على تاني نقطة بليش سوشال ميديا بعد سابقة وسائل التواصل هي موضوع الحريات اليوم اليوم الحريات الشخصية والحريات بشكل عام وحريات التعبير عن الرأي هي أقدس ما يكون من بين هالحريات هاي دي وبالتالي المؤسسات يعني مضبوط في خطر انه اذا انا عم طلع اخبار من عندي على فيسبوك او على تويتر عم طلع اخبار غلط ما عندي قدرة اني اكدها بس الف مرة افضل انه ما ينقمع حقي بالتعبير عن الرأي على انه نفوت بدورة الانزمة الشمولية والديكتاتورية واللي بتعمل حظر على التعبير عن الرأي شكرا لقلك الكاتب ملكار الخوري يلي كانت جزء من النقل المشترك اللي عم بيصير بهيدا الاسناء بين اذاعة صوت لبنان اشرفية بيروت وبين الاذاعة الوطنية التنسية وهلأ لحنا ننتقل احنا والمستمعين والمشاهدين منه من هن الى تونس لا ضيفك زميلة جسر عارفين على ضيفتك شكرا يارا شكرا للاستاذ ميركل واكيد سنعود على بعض النقاط التي جاءت في مداخلته لكن اود ان امر الى المحور الثاني وهو دور الهيئات التعديلية في مراقبة الخطاب الاذاعي الخطاب ليس المراقبة بمعنى الحد من حرية التعبير وانما المراقبة في ان تكون تقوم الاذاعة بدورها التي بعثت من اجله وهو الخطاب المتزن الخطاب الموضوعي والخطاب الذي لا ينحاز الى اي جهة ولا يدعو الى اي شيء خارج اطار دوره الاعلامي الرسمي ضيفة السيدة راديا السعيدي وهي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري استاذة راديا اليوم دور هذه الهيئات ونحن عشنا في سنوات يعني منذ انتصاب هذه الهيئة في تونس وهي مكسب من مكاسب بعد 2011 اليوم تعددت الاذاعات وكبر المشهد الاعلامي بصفة كبيرة ورقابتكم اصبحت اصعب على هذا الخطاب الاذاعي كيف اليوم تقوم هذه الهيئة بدورها حتى تحد من خطاب العنف والكراهية والتشنج على موجات الاذاعات شكرا ليسر وانا تعيد ان نكون في هذا المنظر مع الاسددين والسلع السكات حديث ركو الحقيقة هذه الاذاعات لحظة لحظة يعني استاذة رادية ربما الصوت الصوت غير مسموع نعود معك افضلي استاذة شكرا قلت هذه الهيئة ولدت واحدثت يعني في الظرفية التي كان يتحدث عنها الاستاذ عبدالسطار بن موسى وهي يعني الظرفية جاءت بعد الانتفاضة أو ثورة سبعتاش ديسمبر جام في ألفين وحداش لكن كانت يعني هناك فوضى اعلامية توجد يعني في سنة والنصف هذيك رغم انه توجد المرسوم من 116 لكنه لم يفعل يعني هناك كانت إرادة ما كانتش إرادة السياسية معناها موجودة أو متوفرة الإرادة السياسية كانت غائبة يعني حتى في تكريس هذا معناها حرية التعبير وحرية الأعلام وخاصة وجود يعني سلط مضادة لأن هذه الهيئات هي بعبارة عن سلطة مضادة للسلطة القايمة لكن كذلك عندها دور هام كما الهيئات يعني العمومية المستقلة في دعم الديمقراطية إذن أحدثت الهيئة العلية المستقلة لإتصال السمعي والبصري في 2013 جاءت بهدف ضمان حرية الإتصال السمعي والبصري لكن هذه الحرية هي مكسب وأي هيئة تعديلية لا يمكن أن توجد إلا إذا وجدت حرية التعبير حرية الإعلام وقتها نحكي على التعديل وتعديل كيف يكون يكون ضمان هذه الحرية الأفكار منها الاحترام حقوق الإنسان وحمايتها حماية حقوق الآخرين وكرامة الإنسان حقوق المرأة حقوق الطفل هذا يتشكل كذلك عمل الهيئة في عملها الرقابي فإنها عندها مرصد في 32 نراسة إنها تراقب كل ما يبث من مضامين في الإذاعات والتلفزات اليوم نعتز بالتعدد اللي هو موجود في المشأد السمعي الرخص تعطى على الموالات والمحسوبية في العهد السابق لكن اليوم من 2013 وتقريبا من 2011 لأنها كانت قبل هذه الهيئة كانت هناك هيئة لإصلاح الإعلام لكن كانت دورها استشاري وبالتالي فإنها قدمت الرأي من أجل إنها تحدث مجموعة من الإذاعات والتلفزات بغاية إنه نقدم إعلام حر ونزيه يرتقي إلى انتظارات الجمهور كذلك أنه تكون فما تعدد على مستوى الإذاعات والتلفزات كذلك الجهات التي كانت محرومة لأنه كان هناك تمركز كان في العاصمة أو ربما 2005 كانت هناك إذاع جوار اللي هي الإذاع الخاصة الأولى معناها في تونس قبلها كانت طبعا الإذاع الخاصة يعني 2003 لمزيق والإعلام العمومي معناها اللي هو الريادة منذ أثلاثينات يعني هل سجلتم ربما بعض التجاوزات أنا حابيت نقول أنه فما التعدد توجد الحالية بالنسبة للعمل بالإذاعات عنا 50 إذاعة اليوم العدد الأغلبي هو للإذاعات الجمعياتية هذا السنف من الإذاعات اللي موجود في الدول العربية أو لم يقنن الاعتراف القانوني تونس هي البلد الوحيد التي اعترفت بالإذاعات الجمعياتية وهذا السنف من الإذاعات اللي هو تديرها جمعية كذلك فيه خصوصية أنه إعلام قرب في خصوصية أنه يسعى إلى خدمة الصالح العام أنه يرسخ الديمقراطية أنه ينشر حقوق الإنسان والتسامح وكلها يعني من المبادئ إلى جانب أنه الإذاعة العمومية كذلك أصبحت الآن 12 إذاعة وهو تطور نأمل أنه ينظاف إلى جانب 17 إذاعة يعني خاصة التنوع توجد في الإذاعات الجمعياتية ونأمل أنه ينظاف إلى بقية الإذاعات كذلك ربما الاختصاص صعب أحنا إلى جانب اليوم نحكيه صحيح على التعدد وعلى التنوع لكن كذلك هناك صعوبات مادية تعترض يعني المؤسسات الإعلامية خاصة عمومية وجمعياتية بالنسبة للإعلامي العمومي كنا نرنو أنه يقع إسلاح وأن يقع ضمان استقلاليته لأنه عدم موجود استقلالية مالية بالنسبة للإعلامي العمومي فإنه يعيق يؤثر على المنمون يعيق حتى معناها الأهداف التي يصل إليها أسألتني على أن الخروقات أكيد معناها الهيئة هي تقوم بالرصد معناها موجودة خروقات لكن حب نقول أنه بعمل الهيئة ودى التسع سنوات هذو ما في أن هذه الخروقات قلت سواء في نشر خطابات الكراهية الخطابات يعني الأخبار الزائفة أو بالنسبة يعني لغيرها من معناه الخروقات انتهاك حقوق المرأة أو حقوق الإنسان نحب أن يمكن ننظيف أو نختم في هذه أنه حتى المواطن أصبح هو نفسه يرصد يعني توصلنا شكايات من المواطنين بخصوص هذه الخروقات لكن حب ننظيف إلى جنب الدور الرقابي رأي الهيئة عندها دور تعديلي وعندها دور بداغوجي تقوم به في أنها تكون الصحفيين في أنها تصدر المواثيق المرجعية الوثائق المرجعية وكذلك الأدلة من أجل أن يهتدي بها الصحفي لأنه الصحفي كما قال أستاذنا لطفي بوشنيق راه السلام ليس بشعار فقط وأنه ممارسة والصحفي يناظل ويعمل من أجل قيم كونية السلامة تضامن وغيرها شكرا شكرا لك أستاذة راديا سعيدي نعود إلى استوديوهات صوت لبنان شكرا لك يسر إذن معنا على الهاتف مباشرة من فرنسا الآلمية جابل طيف أهلا وسهلا فيك أهلا فيك صباح الخير وتحية لتونس تحية للآلميات في تونس للإذاعيات للإداريات لكل من يعمل في الأعلام في تونس وطبعا لبنان الرائل دائما في عالم الإعلام حضرتك وبمسيرتك الطويلة كان إليك تجربة بالإذاعة كيف تصف هذه التجربة؟ طبعا كان إلي تجربة بالإذاعة يارا وبصوت لبنان تحديدا اللي أنا بعتبره قريب جدا لقلبي ولروحي وبيذكريني طبعا بمرحلة الشباب والبدايات وإلى آخره طبعا بإذاعة بيروت أيضا كان عندي تجربة ومتل ما بتعرفي تركت لبنان وانتقلت لإذاعة منتكار له ولبنان يلي عاشت في الحرب علمني معنى السلام اليوم عنوان اليوم العالمي للإذاعة هو السلام وطبعا اللي بعيش الحرب بيعرف طعم السلام من هنا يمكن أن أقول عزيزتي أنه كل حياتي كانت رحلة نحو الآخر نحو التعرف على الآخر والتعريف به قبول الآخر التسامح السلام حوار الثقافات حوار الأجيان التعايش لأنه فعلا نحن عاشنا مراحل شعب بجداية حياتنا في لبنان ولا جالي تأفطع وبيت مستمر وجدت بالإذاعة طبعا بإذاعة منفكر ومشكورة اللي فتحت لي دراعيها أبوابة تمحت لي تعرف على ثقافات متعددة واتنقل من بيز إلى عواصم عربية عديدة وشارك بتظاهرات ثقافية ومؤتمرات عن الحرية وعن الثقافية وعن الديمقراطية وكل هذه المواصية يعني حياة بأكملة أعتقد أنه العمل الإذاعي اليوم لم يعود كما كما الأمس يعني بالأمس مشو اختلف كان بالأمس أنه تقري خبار تأدمي برنيمج جنب اللي كتواك بالعالم وإذا في العالم حتى لو كنتي بعالم الثقافي أو عالم الفن خاصة بواسطة الأنترنت ووسائل التواصل الشمعي يعني دور الصحف اليوم أو البذيع أو الأعلامي بأي محطة إذاعية أو تليفزيونية أو فحيشة أنه يكون كل شيء سياسي كل شيء في الحياة السياسية حتى خيارك للأغنية هو السياسية مرتبط بقناعاتك السياسية بوطنك بسقافتك إلى آخره إذن اليوم الدور كتير كبير خاصة فيما يحدث في العالم دور الأعلامي الصحافي الإذاعي أنه يكون هو يمرشد للسلام وللتعايش بدي أنطلق من اللي تحدثت عنه لنحكي شوية عن الخطاب الآلامي التحريدي وأي دور بيلعبوا هيدا الكلام بزعزعة استقرار الشعوب وخاصة ذكرتي بكلامك ونحنا بنعرف أيضا أنه شاركت وكنت موجودة بلبنان بفترة عانى فيها الآلام من كل معاناها أيضا لبنان من حروب وعدم استقرار أمني يعني أنت ذكرت كل شيء بسؤالك يارا الخطاب التحريدي طبعا مرتوط وبنعود للمؤسسة الآلامية اللي بيعمل فيها آلامي يعني هناك مؤسسة آلامية هناك معايير صحفية هناك أيضا خيار شخصي ومسؤولية شخصية طبعا الأخلاقيات الآلامية هي لهم تكون أساس ويكون الإنسان بيعرف شو بده من خلال الوسيلة الآلامية عادة بالمؤسسات المرموقة المحترمة بيكون عندها خاص عمل بيكون عندها وزهة سير بيكون عندها برمزة معينة بقاعات التحرير أم بالبرامج لتقود العاملين فيها إلى الهدف المنشود ما هو الهدف مواكبة الأحداث ولكن بلغة سليمة بلغة بعيدة عن التشنج عن الكراهية بلغة الدول السلام لحوار الثقافات لأنه هذا هو العالم العالم هو المتنوع وليس واحد من هنا الصورة يجب أن تكون على هذه الساكلة ولكن طبعا هناك خطبات للكراهية نحن دورنا كأعلمين وكصحفيين أن نعانق سناء السلام من خلال برامجنا كيف؟ يعني لما تعطي المايكروفون لكل الجهات لما تتحدث في سقافي لما تضوي على الموضوع السقافي والموضوع الفني والموضوع الديمقراطي ببرامج كل آخر يسمع لأنه الإنسان يتكون من خلال السمع من خلال القراءة من خلال المشاهدة من خلال معايشة لآخر ودورنا لأنه مسؤوليتنا كبير جدا لأنه كمان مهمتنا أساسية أنا شخصيا دائما ببرامج أريد أن أعرف الآخر على ثقافتي وعلى ثقافة الآخر نعم أريد دائما وأن أعرفه على على التسامح على قبول الآخر ولما الإنسان بيعرف الآخر يتغير يتغير صحيح إذن نحن نتقل نحن وياك لزميلة يوسر يبدو من تونس عند سؤال لحد لك اتفضل يوسر أنا أنا مش ممكن يعني أفوت الفرصة وما أتمنى يوم إذا عالمي سعيد للإعلامية الكبيرة جابيل تيف وأكيد أنه اسم جابيل تيف سؤالي رح يكون كيف للصحفي أن يحافظ على اسمه وسمعته ومهنيته وحرافيته إذا لم يكن صحفي متزن وكما تحدثت عن تجربتها في الإعلام فأكيد ما يكون الصحفي لديه القدرة على التحكم في خطابه الإعلامي من خلال ضيوفه فهو يكتسب ثقة الضيف ولا ينحاز مع أي جهة أو حي أو أي اتجاه سياسي كان أو حتى على مستوى الخطاب الرياضي أو الفني مهما كان الخطاب الإذاعي فأكيد أنك تحافظ على اسمك على مر السنين هذا يكسب ثقة مع كل ضيوفك في كل برامجك تحياتي إليك تحياتي طبعا لتونس طبعا نحن نتحدث عن الأعلامي ولكن ليس الأعلامي يعني الذي لا يرتبط بأي مؤسسة أعلامية اليوم نحن نتحدث عن الإعلام المرتبط بالمؤسسات ويمكن أن يكون الإعلامي حر أيضا وغير مرتبط ولكنه يحافظ على الأخلاقيات وعلى كل ما يجب أن يحافظ عليه حتى يعني يليق به أن يحمل هذا الإسم اليوم الإعلامي كما السياسي له مسؤولية كبيرة لأنه يحرك المشاعل يحرك الآخر ولكن لنعود إلى المؤسسات المؤسسات اليوم المرموقة المعروفة تسعى إلى خاصة عبر ميانجري في العالم تسعى إلى تقريب وزهات النظر إلى أن يكون لها دور شامل في السياسة الراقية في التواصل السياسي في التواصل الآلامي الثقافي لأنه عندما نفتح المايكروفون لعدد كبير من الدول من المجتمعين والمجتمعات في الدول ونقدم لهم مواد من بلدانهم ومن بلدان أخرى هذا يسهم في التعرف على الآخر وعندما نتعرف على الآخر لماذا سنكره الآخر لماذا لن نحب الآخر على كل حال ما تفضلت به هو مهم جدا إذا كان دور الأعلام حتى في الرياضة في كل كلمة يتلط بها لأنه مسؤولية هي كسياسي هي خلينا نقول كرجل مسؤول ولكن زميعنا يعلم أنه هناك نزاعات كثيرة في الوطن العربي وفي العالم وردات الفعل خاصية جدا من هنا لنختم ونقول أن دورنا يتعظم مع الوقت أكثر وأكثر وأكثر شكرا لك العالمية جابي الطيف ونتمنى يكون وصل الجواب من لبنان إلى تونس مرورا بفرنسا أيضا لح ننتقل إلى تونس نكمل هذا البث المشترك بين إذاعة صوت لبنان والإذاعة الوطنية التونسية مين لحيكون ضيفك الأخير زميلة يوسر ضيفي وأنا قلت أنه مسك الختام يكون مع الخطاب الفني مع فنان الكبير لطفي بوشناق الفنان لطفي بوشناق كل من يعرف هذا الفنان يعرف أنه فنان السلام غنى في كل الحروب التي شهدها العالم غنى لبنان في 2006 في أحداث 2006 سراييف ولبنان القضية الفلسطينية الوضع في دونس كنت يعني في كل المناسبات تفضل الأستاذ الإعلام مهم جدا دولة إسرائيل أقيمت على ثلاثة بنود العلم والمال والإعلام ونتمنى الإعلام هدايا أنه يعطي يعني يعطي يعطي فرصة أكثر للثقافة لأن آخر سلاح الذي تبقف في يد العرب لتثبيت الهوية وتلميع الصورة وتبليغ الرسالة ودعم الاقتصاد هي الثقافة الثقافة أهمية والمثقفين عليهم أن يلتزموا بمسؤولياتهم لأنهم يعني كلمتهم توصل أكثر من رجل السياسة عابرين سياسيين عابرين سبيل ولكن الفنان هو لباقي لأن لو نسأل السادة المستمعين من كان يحكم أيام بيتهافن ومن كان وزير الثقافة أيام شوبان ولا أيام سيد درويش ولا أيام من كلثوم ولا علي الرياحي ما يعرف حتى أحد فالثقافة الثقافة مهمة جدا جدا وأقول أنا آخر سلاح الذي تبقى في يد العرب وعلينا على عين أن نستغلوا أحسن استغلال وأن يعطي مددين للناس اللي يستحقوا بشي تعداوا في وسائل الأعلام وأنا نسأل كنتي ونسأل السخواتي في لبنان ما نشاهده حاليا عبر وسائل الأعلام لا تعبر عننا ولا تعبر عن ماضينا ولا تعبر عن حضرنا ولا ييست لها رؤية للمستقبل هذا ما معنى هذا معنى أنه معناش مثقفين موجود المثقفين على المثقفين أن يلتزموا بالقضايا ويكونوا شاهدين على العصر ويكونوا مرآة تعكس الواقع الذي نعيشه ويبلغ من خلال ورسائل وعلى الإعلاميين أن يمدوا أيديهم للناس الذين يستحقوا أن يكونوا في وسائل الإعلام المرئية والصنعية وأنا آسف جدا على المداخل هذا هو هذا المطلوب أستاذ لوت في اليوم يعني كما قلت أنت كنت في كل ما يشهد العالم ارتباك من حروب من مظاهرات من احتجازات من غزوات أنت تكون حاضر وربي يحب نختلم الفرصة كذلك بشي الرحم على أرواح الشهداء اللي توفعوا في الزلزال في سوريا وفي تركيا وربي شالي نعمل دعوة يعني لكافة الدول العربية والعالم بأسره أن لا يبخلوا بتقديم المساعدة اللازمة للشعبين السوري والتركي نرجعوا لدور الفنان أستاذ لطفي قلت أنت تكون موجود دائما يعني نعفل حس الفني الرقيق للفنان كل ما تشاهد يعني ربما العنف والتشنج ترد عليه بالفن وبالغناء وبالشعر وهذا مكلفني ما شاهدك ولكن أنا ما يهمنيش ما يهمنيش لماذا يعني ما يهمنيش لأنني أنا ديما نقول كلنا عابري سبيل وجينا ملط وحنروح ملط ومش بالله مواقفك هيا لي حتى حكي عليك وتريقك هو اللي بشي حكي عليك وباش باش تقابل ربنا بكرة يعني كان رب يعطاك امكانيات وعطاك واحد وانت ما تكلمتش على مشاكل وعلى حقوق ناس وعلى حقوق وعني يعني وانت الشاهد تكون لازم تكون الشاهد على العصر متاعك يعني خطير جداً فيعني مشاكل يعني من يعني تعرف ماذا أقصد لكن في دقيقتين هكا بالغنية شنو النجم قوله للسيد المستمعين وليه العادل في الدنيا ميزانه في الحياة مقلوب وليه النذل في الغالب وليه الحر في المغلوب وليه الحق ماله لسانه ماله في الظلام أنديل وليه الظلم مش صوته يبقى وصوت الناس تملي أتيل ليه الآية مقلوبة على المظلوم وعلى الظالم تزهزه له وليه يا بلدنا منكوبة بكل غشوم يبيعك أو يبيع أهله صباح كم ديك ده حبيت أنا زاد الناس اللي نسيتهم الأغاني هاي هذه غنية ليهم من الجلب تحييهم الناس اللي تعاني ونسيتهم الأغاني هذه غنية ليهم هذه غنية ليهم لكل الناس يعني دور الفنان دور هام جدا لأنه كما قلت أنت أستاذ لطف ربما الخطابات السياسية والإعلامية تنسى تنسى وتذهب يعني مع الوقت لكن الخطاب الفني يبقى في الأذان وفما سؤال جايك من بيروت تفضل يارا نعم لحنا نتقل نحنا ويجيك زميلة يسر إلى الفن من نوع آخر مع الممثل كميل مطا اللي متوجد أيضا معنا بي الستوديو بهيدا الوقت وانت أيضا عضو بلجنة تحكيم الفستيفال التناسسونال دولمات بتونس صحيح صحيح كميل نحنا معوضين عليك بالأدوار اللي بتلعبها دايما بتلعب الأدوار الشريرة ليه تختار دايما هاي النوع من الأدوار وبس تنقي أو تقبل بهيد دول الأدوار هل بتكون عم بتوجهها لسالة معينة لترفض هيدا التصرفات بنفس الوقت هو صراحة واحد الممثل بس ينقي دور بيكون الدور هو بينقيه أنا ما مش يعني بتلاقي بيكون عم بيقرأ ومعروض عليك كذا دور وأوقات بين حد كمان الممثل إنه هيدا الدور لقلك فبتلاقي هيدا بيسموه الكاستين يعني الجود كاستين يعني الشخصية ولائم هذا الشخص اللي بده يمثله يعني الأدوار النافرة أنا بستمتع فيها يعني فيها مساحة من الحرية فيها مساحة من اللعب فيها تحدي للذات لأنه الدور اللي ما بيشبه حياتنا اليومية هو تحدي لإقناع الجمهور يعني هذا فيها تحدي للممثل بالذات يعني غير ما يكون دور يعني كل دور هو كاركتر يعتبر وواجب على الممثل أنه يقنع المشاهد أما الأدوار النافرة فيها شغل وفيها متعة وفيها تحدي شخصي فيمكن مشان هكي هاي الأدوار تنجذب لإلي أو أنا بنجذب لإلي بس أنا ممثل كل الأدوار تقريبا مش بس الأدوار الشريرة بس الأدوار الهاكي النافرة اللي سمرها الفيلان بتعلم براس المشاهد والمشاهد بيحب الشرير ما بعرف لاشي دائما بيحب يمكن الشخصية المتحرر المستفز اللي خارج على الأنون كاميل برأيك الممثل والفنان بشكل عام هل إليه دور أبعد من الفن اللي بيقدمه إن كان تمثيل ولا إن كان غناء هل هناك رسيل معين اللي يازم أو أدوار معين اللي يازم يلعبها تجاه مجتمعه أيضا هو إليه دور عفوا على الصعيد مجرد ما صار هو مؤثر هلأ بسموه انفلوانسر يعني عليه واجبات كيف بده يتصرف كيف بده يحكي الفنان بده يجمع ما فيكون طرف عنده رأيه السياسي طبعا عنده رأيه بكل شي الشخصي بس لما بده يطلع يحكي رأيه بده يكون رأيه وطني بإمتياز وطني جامع مش آخر طرف مع حدا ضد حدا لأنه بالنهاية السياسي بده تروح وتيجي واللي متخنئين هلأ رح يرجوع يتصلحوا وهو جمهوره من هو جمهوره من فئة معينة تحية خاصة انحنا هايدي عم نعاني فيها بلبنان يعني بلبنان صار فيه كزا جمهور وكزا محطة والسياسي عم تلعب وهلأ بيأشد مثل لو يقولوا وطقطة السلبية يعني بس هايدي مرحلة وطقطة فأنا بخالف الفنان عفوهن بشكل عام آخ الطرف لأنه فيه ناس بتحبك من كل لبنان ليش بدك تخسرهم وانت دورك تكون لبنان بامتيازه على امل يعني الفنان هو بيعطي امل امل بالوطنية امل بكل شيء هل الفن دور ايضا بنبذ خطاب الكراهية ونشر الفكر وروح ازا بدك السلام بين الشعب الواحد ايضا الفنان اكيد عنده هذا الدور بس شو بده يعمل الفنان ازا الاعلام ما عم بيساعد يعني اليوم ازا الاعلام عم بيشجع خطاب الكراهية والريتنج بيكون بين هلالين محصور على مين بيشتم التاني اخر انه هادا بيجيب فيورز اكتر انه في انحطاط هلا ان احنا عايشينه هادا المرحلة بس انا برجع بقول انه هادا مرحلة اعنية بها تقطع لان هادا الشغلة ما بتشبهنا ما بتشبه ثقافتنا كلبنانية وكلبنانية وعايشين بهذا المجتمع العربي في يعني الانحطاط موجوده انحطاط عالمي ونحنا بلد صغير فبيبين كتير كبير على امل انه نقطع هادا الموجة فهون بيجي دور الفنان والاعلامة والمغنى والنحات وكل شي انه يقدر يتحدى هادا الامور اللي عم بتصير بيوم الاذاعة العالمي وهدا سؤالنا الاخير بمدخلتك لليوم نحنا بيوم العالمي للاذاعة اي دور مطلوب اليوم تلعبوا الاذاعة تجاه الفن وتجاه الاعمال الفنية للاضاءة على الاعمال الفنية خاصة يلي بتترك اثر ايجابي عند الشعوب يعني يعطي اريح يلا ازاعة خاصة عندنا بلبنان يعطيهم الف عافية بعضهم مكملين بغياب الاسبونسر بغياب الازمات الاقتصادية وحتى الاستماع للازاعة يعني هلا الازاعة صارت محصورة بالسيارة بعاجئة السار بس قبل كنا بتذكر انا بالبيت كنا نسمع الازاعة على الراديو نروح نجيب هول بطاريات الكبار الامة تعرف ستغيرهم فالازاعة كانت موجودة بالبيوت هلأ بعتقد الازاعة اختفت من البيوت موجودة حصرا يمكن بالسيارة او ببعض المطارع بطل حدا يحمل معه راديو كان متنقل متل ايام زمان الراجو هو اللي اختفت يمكن الوسيلة صح الوسيلة يعني الازاعة حتى هلأ صارت انه التطور صارت موجودة على الفيسبوك موجودة على اليوتيوب هادي شغلة مهمة وبعد الازاعة دورة مهمة لانه دورة ثقافة بامتياز مانا ما فاتت بالزواريب السخافة اذا بدك شكرا للك الممثل كاميل مطع لوجودك بهذا اللقاء الخاص حضرتك ممثل وبدنا نذكر انك عضو ايضا بلجنة تحكيم فسيفال دولاماد بتونس شكرا للك وتحية لتونس واهل تونس شكرا للك مستمعين ومشاهدينا شكرا لمتابعتكم بنهاية هذا اللقاء الخاص والمشترك بين لبنان وتونس باليوم العالمي للازاعة رح تبقى الازاعة رسالة سلام لكافة الشعوب ومنبر حر لكافة الاشخاص اللي عبروا بحرية عن اراءكم شكرا لكل الضيوف اللي شاركوا معنا بهذا اليوم وللزا ميلي يسر حزقي وكافة فريق العمل من لبنان وتونس وشكر خاص ايضا لمنظمة اليونسكو دمتم بخير شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة